المجلس الأعلى المجلس الأعلى المجلس الأولمبية البحرينية خلال الفترة من الثاني عشر حتى التاسع عشر من نوفمبر القادم والذي ستنظمه مملكة البحرين بالتعاون مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة والخطوات المقبلة التي ستتخذها اللجنة حتى موعد الانطلاقة مشيدا سموه بجهود رئيس وعضاء اللجنة التنفيذية وما تحقق من نتائج متقدمة على مستوى التحضير والاستعداد للاستقبال هذا الحدث العالمي على أرض المملكة ومن الجانب الآخر أشار سعدت السيدة عبد الرحمن صادق عسكر إلى أن اللجنة الأولمبية البحرينية ستسخر كافة الطاقات والسبل في سبيل إظهار هذا التجمع الرياضي العالمي بأفضل صورة مؤكدا أن البحرين قادرة على كسب التحدي من خلال التنظيم المميز بفضل الخبرات المتراكمة والجهود الكبيرة للطاقات والكوادر البحرينية من جهته وجه سعادة العقيد خالد الخياط الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد على متابعته المتواصلة لعمل اللجنة التنفيذية الذي يعكس مدى حرص سموه على تحقيق أعلى معدلات الجاهزية لاستضافة البحرين لهذه البطولة العالمية التي تقام لأول مرة على مستوى المنطقة والقارة الآسيوية مؤكدا أن اللجنة تعمل وفق توجهات سموه لتنفيذ كافة الخطوات مضيفا في الوقت ذاته أن العمل مستمر على قدم وساق وأن اللجنة سوف ترفع من حدة استعدادها خلال الأيام القادمة نجل تحقيق تطلعات سموه التي من شأنها إبراز وإنجاح هذا التجمع الرياضي الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر